بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين نسلم نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم فهو ربنا وهو أرحم الراحمين أمين أمين أما بعد معاشر الصالحين والصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وبياكم وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم نسأله سبحانه وتعالى في ليلتنا هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يسترى عيوبنا وأن يجبر كسرنا وأن يفك أسرنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يديم علينا وعليكم الفارح بطاعته وفضله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أمين أمين أما بعد معاشر الصالحين والصالحات فمجلسنا لهذه الليلة ابتداء نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا فيه للكلام بما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا وإياكم للانتفاع بما سنسمعه إن شاء الله تعالى وأنسره سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخير كله في ميزان حسناتنا وأن يكون لنا هذا المجلس ذخرا يوم لقائه وهو راض عننا آمين آمين فكما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنتقدم بعد شكر الله سبحانه وتعالى وحمده وحده لا شريك له نتقدم بالشكر لإخواننا القائمين على جمعية الأم للرعاية الاجتماعية ونشكر لهم حسن ظنهم بأخيهم فاستضافونا لكي نلقي هذه الكلمة المتواضعة بين أيديكم ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يغفر لنا ما لا تعلمون فمجلسنا إن شاء الله تعالى سيتمح وروح حول هذا الموضوع الذي اختار له الإخوة مشكورين التطوع يعني العمل التطوعي بين الهوية والواقع فكما لا يخفى على شريف علمكم المجتمعات بحسب سواء بحسب وضعها الجغرافي وحسب وضعها الاقتصادي وحسب وضعها السياسي فتختلف مكوناتها بحسب اختلاف هذه المجتمعات فقد تكون بعض المجتمعات من قدر الله أنها موجودة في موقع جغرافي حيث الأرض مثلا تزخر بمجموعة من الخيارات سواء الخيارات المنجمية أو الخيارات الفلاحية إلى غير ذلك فيوفق الله سبحانه وتعالى بإذنه القائمين على هذا المجتمع مثلا لتسيير هذه الخيارات والانتفاع منها على الوجه الذي تنتفع منه يعني أطراف المجتمع كلها فتجد المجتكاد لا تجد في ذلك المجتمع فقيرا واحدا بل فقيرهم يعني بالنسبة لميزانهم فقيرهم يعد غنيا في مجتمعات أخرى وقد نجد مجتمعات عندها من الثروات الطبيعية ما الله به عليم لكن لا يوفق يعني القائمون عليها على هذه المجتمعات لتسيير هذه الثروات كما ينبغي فتكون هناك فوارق اجتماعية وقد نجد بعض المجتمعات من قدر الله أن جاءت في منطقة ليس عندها أدنى ثروات طبيعية وينضاف إلى ذلك الابتلاء بالذين لا يراعون في هذا المجتمع إلا ونذمه فيزداد يعني الهم على الغم وكما أن المؤسسات المتعلقة بمثلا مؤسسات الدولة في أي مجتمع هي ملزمة بهذا التسيير الذي نتحدث عنه هي ملزمة بهذا التسيير يعني إن صح التعبير هذا التسيير المرشد هذا التسيير يعني المنضبط حتى يسير المجتمع وفق ماعن بشكل متوازن وفق ما عنده من الموارد لكن هذه المسؤولية هي إن كانت على عاتق المؤسسات مسؤولية واجبة مفروضة يعني يفرضها الواقع يفرضها الشارع سواء كان المشرع عند هذا البلد مشرعا يعني يستمد مرجعيته من الإسلام أو من غير الإسلام يعني من القانون الوضعي لغير ذلك فهذا يكون فرضا على المؤسسات لكن هذه الفرضية على المؤسسات ليست يعني حكرا على هذه المؤسسات فكما أن المؤسسات ملزمة بهذا التدبير فلابد لمكونات لمجتمع سواء يعني جمعيات دور خير إلى آخره أو أفراد لا بد لهم من النهوض للعمل لكن عملهم لا يكون مفروضا إنما يكون من قبيل ما يتمحور حوله موضوعنا يكون من قبيل التطوع حتى يمكن لهذه المؤسسات التطوعية أن تسد ذلك الخلل الذي قد لا تستطيعه مؤسسات الدولة إما لقصار في التدبير إما لقصار في الموارد إلى غير ذلك من الأمور وهذا ليس موضع ليس موضع كلام فالمهم عندنا هو سواء كان العمل فرضيا أو كان العمل جماعيا فتحتاج المجتمعات كلها إلى هذا العمل التطوعي فهذا العمل التطوعي وخصوصا إيصار الكلام عن قضية التطوع بشكل يعني ملفت للنظر وكان دائما موجودا لكنه صار ملفتا للنظر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر الأعمال التطوعية لمجموعة من الأفراد ومجموعة من المؤسسات والجماعات التي لا تتبع مؤسسة معينة فبدأ يظهر للناس مفهوم العمل التطوعي وينخرطون فيه كل بحسب طاقته وقدرته وإمكانياته إلى غير ذلك لكن دعونا نرجع شيئا معني لنتساءل هل هذا العمل التطوعي موجود في الإسلام؟ هل هويتنا الإسلامية تحثنا على هذا العمل التطوعي؟ أم ليس في نصوص القرآن والسنة شيء من قبيل العمل التطوعي ونحتاج إلى مثلا مرجعية غير مسلمة لتدلنا على مثل هذه الخيرات وهذا هو إن شاء الله تعالى ديداننا وإن كان هذا العمل التطوعي من صلب ديننا فإلى أي حد نحن نقوم به في هذا الواقع الذي نعيشه ابتداء من طاعة يطوع كلمة التطوعي على وزني التفاعل يقصد بها لغة التنفل وهو بذل العمل من حيث الطواعية والاختيار دون أن يكون مفروضا على الشخص أدوى التطوع تطوع على وزني تفاعل قام بمجهود لأداء فعل اختيارا وطوعا يعني من ذاته قام الشخص من ذاته لأداء ذلك العمل لم يلزمه به أحد لم تلزمه به دولة ولم يلزمه به قانون ولم يلزمه به شرع وفي القرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير الله وجاء في قوله تعالى وهو يعني يسلي قلوب المتطوعين من المسلمين الذين تطوعوا لتجهيز جيش العسرة فقال سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم فقال تعالى الذين يلمزون المتطوعين فالأصف في الكلمة الذين يلمزون المتطوعين لكن أضغمت التاء في الطاء لإقتراب لقرب مخراجهما وللدلالة أيضا على سرعة هذا البدل فلا تحتاج لتقول المتطوعين تقول المتطوعين لأن الله سبحانه وتعالى لما بيّن لهم فضل هذه الغزوة والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم فضل التطوع في هذه الغزوة بادروا بذلك اليسير الذي كان معهم فمنهم من كان معهم فقط كل ثرواته كانت عبارة عن حفنة من تمر أو شيء من هذا القبيل فأتى بها وقدمها لله سبحانه وتعالى وكان المنافقون يجلسون ويستهزئون بهم فإذا أتى الرجل بشيء قليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا وإذا أتى الرجل بشيء الكثير كعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره فكانوا يقولون يعني هذا رجل يريد بهذا السمعة والرياء فالله عز وجل يعني رد عليهم وقال الذين يلمزون أي يستهزئون بهم بالكلام والغمز وكذا فقال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم سبحانه وتعالى فهذا لغة قلنا التطوع هو التنفل وبذل العمل طواعية واختيارا دون أن تكون فرضا في الاصطلاح من التعريف جميل يعني لو يجمع مجموعة من التعريف ذكر علماؤنا قالوا في الاصطلاح العمل التطوعي هو عمل يقوم به فرض أو مجموعات سواء كان ذلك العمل بدنيا أو فكريا أو اجتماعيا أو دينيا أو ماديا الباعث له الذي يعني يدفع الشخص ليقوم بهذا العمل التطوعي قالوا الباعث له هو احتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى إذا العمل التطوعي هو عمل يقوم به إما فرض إما جماعة يعني جماعة أو جماعات إما عمل يقوم به الأفراد أو تقوم به الجماعات سواء كان ذلك العمل بدنيا أو كان ذلك العمل فكريا أو كان ذلك العمل جماعيا أو كان ذلك العمل ماديا أو كان ذلك العمل دينيا والباعث عليه واحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فقلنا هذا التطوع ابتداء نجد له أثرا في القرآن الكريم يعني الآيات تزخر طبعا ليس بشرط أن تجد كلمة التطوع هكذا في القرآن الكريم لكن قد تجد مثلا كلمة نافلة ومن الليل فتهجد له نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومثلا كما في قوله تعالى وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله بما تعملون بصير وبين الحق سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال أعمال البر وأعمال الخير التي يتطوع بها المسلم بين أنها ليست فقط من باب الندب فقط وإنما هي من باب الحث على اعتبار أنها من الأركان الراكينة التي يقوم عليها دين الإسلام العظيم لأن الإسلام لم يأتي ليقوم كل شخص منا بطقوس تعبدية ولا علاقة له بإخوانه إنما جاء الإسلام يبين أن المجتمع المسلم لحمة واحدة وكما ذكرنا في غير ما موطن نقل عن أهل العلم وهم يشرحون ويتدبرون ويتبحرون في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إهدين الصراط المستقيم قالوا انظر كيف أن المسلم وهو في الفاتحة وإن كان يصلي وحده منفردا فليس له الحق في أن يقول إهديني الصراط المستقيم لكنه يحمل هم مجتمعه كله ولا يقول إهديهم على اعتبار أنه قد سبقت له الهداية والآخرون هم المحتاجون لكن يدخل نفسه مع إخوانه على اعتبار أنهم جسد واحد فيقول إهدنا الصراط المستقيم وفي قول الله سبحانه وتعالى ليرفع مقام الأخوة إلى درجة النفس وكأن الشخص المسلم وهو يتعامل مع أخيه في ذلك المجتمع كأنه يتعامل مع نفسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويرفع القرآن الكريم هذا المعنى إلى أعلى الدرجات في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة في سورة الحجرات ثم تتلو بعدها ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ففي قوله ولا تلمزوا أنفسكم هل منا أحد يستهزئ من نفسه ويلمز نفسه إنما اللمز يقع على الآخر فإذا كان لمزه للآخر تنقيص منه يقول له الحق سبحانه وتعالى تنقيصك من أخيك بمثابة تنقيصك من نفسك ولا تلمزوا أنفسكم أي أن لمزك لأخيك وبمرتبة لمزك لنفسك انظر كيف يقوّل إسلام هذه الآصرة وهذه الرابطة حتى يرقى بالمجتمع الإسلامي لدرجة أن يكون المسلم يتعامل مع أخيه وكأنه يعامل نفسه وبهذه الطريقة يمكن للإسلام أن يكون مجتمعا يعيش المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشبه الأمة الإسلامية يشبهها بالجسد الواحد ولا يمكن أن يكون الجسد واحدا إلا إذا كانت أطرافه تعيش على أنها تنتمي لجسد واحد فقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فهذا فيما يتعلق بهذه الرابطة الإسلامية الكبيرة التي حث عليها الشرع الحنيف من قرآن ومن سنة ومن هنا يتبين لنا أن قضية التطوع إنما هي مركزية في الإسلام ويظهر هذا مثلا كما في قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه أركان الإيمان هذه أركان الإيمان ثم يذكر بعدها العبادات وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهديم إذا عهدوا لكن بينهما انظر إلى مركزية الأعمال الاجتماعية قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ثم بعد ذلك هذه أعمال الاجتماعية ثم بين بعد ذلك الأعمال العبادية التي قد تكون فرضية أو جماعية وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يعني أنظر إلى مركزية الأعمال الاجتماعية وعلى رأسها بذل العطاء والتطوع بالمال قد يقول قائل إنما لعل الله عز وجل هنا يتحدث عن الزكاة الواجبة نقول إن كان الله عز وجل يتحدث عن الزكاة الواجبة فمن حاجة إلى ذكر وأقام الصلاة وآت الزكاة الزكاة الواجبة قد ذكرت بعد هنا نتكلم عن جانب التطوع وهو إن كان تطوعا لكن أنظر إلى مركزيته في الإسلام راه التقديم والتأخير له دلالته في القرآن الكريم فإذا وضع الحق سبحانه وتعالى هذه الكلمة تكلم بها وجعلها بين أركان الإيمان وبعض أركان الإسلام فلتعلم أن المسألة مسألة إيمانية معضها ومسألة الباعث عليها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى وليست مسألة يعني إن شاء العبد فعلها وإن لم يشاء لكنه نوع واجب يعني لا أقول أنه يعني لا أقول واجب بالمعنى الفقهي يعني بالاصطلاح الفقهي للكلمة من حيث الأحكام الخمسة الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم والواجب هو يثاب فاعله إن فعله ابتغاء مرضات الله ويأثى متاركه نحن لا نتكلم عن هذا الواجب من هذا الباب الجانب الفقهي نحن نتكلم عن الواجب الاجتماعي الذي يفرضه عليك الإسلام فكأن عن هذا الجانب التطوعي الذي يقوم به المسلم ولعل قوله وآت المال على حبه على اعتبار أن أنفس ما يبذله العبد بعد نفسه وروحه هو المال وفي بعض الحالات قد يجود العبد بنفسه ولا يجود بماله لأن كما قال الحق سبحانه وتعالى وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما جاءت بالمفعول المطلق ناكرا لتدل على ثم بالنعت جما لتدل مكانة حب المال في القلب نسألوا الله العفو والعافية يعني بلغت أقصى الدرجات في قول تعالى يجاهدون بأموالهم وأنفسهم يعني قدم المال على النفس وفي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل وفي قوله تعالى والعادية ضمحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود أي كثير تعداد النقم والمصائب وقليل شكر النعم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير وجاءت الخير هنا بمعنى المال كما ذكر أهل التفسير وإنه لحب الخير لشديد فالمال له مكانة فلذلك يعني لعل الآيات وآت المال على حبه ذكر التطوع بالمال دون غيره لمكانته في القلب فإذا وخصوصا بقوله تعالى وآت المال على حبه يعني فوق كل هذا الحب الذي يحب المال فهو يأخذ المال ويؤتيه ويبذله في سبيل الله فإن بذل هذا الذي هو يسكن مشاشة قلبه فما دونه من باب أيصر بإذن الله سبحانه وتعالى فقضية مثلا العمل التطوعي كما ذكرنا قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا وقد يكون يعني هذا التقسيم من حيث الأفراد الذي يقومون بهذا العمل والعمل التطوعي الجماعي قد يكون جماعة متطوعة يعني ليست لها صفة ليست لها صفة إدارية ولا قانونية إنما أشخاص يعني أرادوا أن يساعدوا سواء أهل حيهم أو شخصا معين أو شيء من هذا القبيل وقد يكون عملا مؤسساتيا وهذا الذي اجتهر يعني بين الناس مؤخرا في قضية العمل التطوعي وإن كان ما يقوم به الناس عمل غير مؤسساتي يعني منذ مدة الناس يقوم يعني منذ قرون والناس يجتهدون في العمل التطوعي دون الرجوع إلى المؤسسات أما الآن في إطار يعني المجتمعات المدنية الحديثة وفي إطار الدول التي تعتمد على المؤسسات لتنظيم مجموعة من الأمور والحيلولة دون الفوضى ودون بعض التجمعات التي قد يكون لها مآرب غير مرضية لغير ذلك فتتكون مؤسسات يعني الشكل ما يصار يصطلح علي بالجمعيات والمؤسسات الخيرية لغير ذلك وتقوم بهذا العمل تحت غطاء قانوني يضمن لها السيرورة في هذا الباب مثلا في القرآن الكريم نجد فيما يتعلق بالعمل التطوع نجد مثلا قصة موسى عليه السلام لما ورد ماء مديا ووجد عليه مرأتين تذودان وجد عليه أمة من الناس وجد عدونهم أمن دونهم مرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نصدر حتى لا نسخي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما انزلت إليه من خال فقه فقيامه بهذا العمل لم يكن يفرضه عليه أحد كان ممكن أن يقول في أقصى الأحوال يعني حتى لو لم يمضدون أن يكلمهما كان يمكنه عفوا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم مرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسخي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال فقال رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي فمحل الشاهد أنه كان يمكن أن يمضي موسى أنه غريب عن البلدة وكان في أحسن الأحوال لو قال لهما ما خطبوكما قالت لا نسخي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يقول يعني يسر الله أمركما ثم يمضي لكنه أنفته وكبرياءه النبوي ما كان يمكن له أن يدعه ليتركهما في هذه الحالة فتقدم وتصرف بشهمة فكان عملا فرديا محددا في الزمان والمكان وسقى لهما وبعد ذلك الذي بيّن أنه عمل تطوعي أنه لم يسأل على ذلك أجره لم يسألهم حتى الدعاء ويدعي معانا دعي معانا من الناس ما نحن نبغي لنا رياجة ويدعي معانا حتى هذه يردعي معانا لم يريد أن يأخذ أجرا سواء كان الأجر ماديا أو معنويا على هذه العملية العمل مثلا الكبير الذي قد تقوم به مجموعة من الناس مثلا قصة ذي القرنين قالوا يا ذي القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهما ردما قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهما ردما آتوني زبار الحديد لما ساوى بين الصدفين قال انفوخوا ثم فلما جعلنا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاع أن يظهروه ما استطاع له نقب قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حق أرادوا أن يعطوه مالا ليقوم لهم بعمل فرأى أنه ليس في حاجة إلى ذلك المال لكنه في حاجة في علاقته بربه في حاجة للأجر لأن يقوم بهذا العمل التطوعي الكبير إن صح التعبير الذي قامت به إن صح التعبير المؤسسة الحاكمة لذي القرنين في شخصه مباشرة وقام وحركهم يعني على مستويين كان عملا بنائيا ماديا وكان عملا اجتماعيا نفسيا يعني كان بإن كان ذي القرنين مع جيشه أن يبنو هذا السد الفولاذي العظيم لكنه أراد أن يجعل منهم قوة منتجة وهذه نقطة سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الشق الثاني من هذه المداخلة الذي اقتربنا منه قال يعني أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم هذا أعينوني بقوة ابتداء قال ما مكنني فيه ربي خير يعني ما أعطاني الله سبحانه وتعالى من الملك والمال والجاه خير أي أفضل مما تريدون أن تعطوني أنتم من المال فلا حاجة لي بمالكم لكن أقوم بهذا العمل على مجموعة من المستوى المستوى الأول المستوى المادي سأقوم بهذا السد وسأبنيه بإذن الله سبحانه وتعالى المستوى الثاني هو مستوى نفسي في نفسية هؤلاء الأشخاص هؤلاء الأشخاص كان عندهم الحديد وكان عندهم القطر وكان بإمكانهم يفعلوا هذا لكن المكونات التفكيرية إن صح التعبير يعني مع التعب حتى الكلمات يعني تتفلت سأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني البنية الفكرية عندهم كانت بنية فكرية استهلاكية عندنا مال وعندنا موارد لكن لا نعمل إنما نشتري بهذه الموارد خدمات وأشخاص وبضائع فيوم تنقضي هذه الموارد ما الذي سنفعله ستكون عندنا موارد كثيرة والمال غير موجود إذن سنصير من حيث الموارد أغنى دولة ومن حيث الواقع سنكون أفقر دولة ويعني أديروا أعينكم إن صح التعبير نظرة تفحصية في أحوال دول ما يسمى يعني ما يسمى تجاوزا بدول العالم الثالث وما يسمى واقعا بالدول المتخلفة انظر إلى الدول المتخلفة عدد كبير منها تجد الدولة قابعة يمكن أن نقول الدولة يعني نقول مجموع المواطنين يعني المجتمع اللي عايش في هذه الحدود المعينة تجد الدولة قابعة على ملايير من الثروات لكنها عبارة عن موارد فطرق التفكير وأليات التفكير تكون آليات استهلاكية فعندنا موارد لكننا نشتري من يستخرج لنا هذه الموارد ونبيع هذه الموارد نبيعها خاما بثمن بخص دراهم معدودة ثم إذا صنعت هذه الموارد الخام نخرج المال مرة أخرى لنشتري هذه الموارد نشتريها مصنعة بأثمان باهضة حتى إذا انقضت هذه المخازن عندنا من الأموال يعني آتى غيرنا بعقلية إنتاجية ثم يقرضنا المال ويستخرج لنا بآلاته مواردنا الموجودة تحت أقدامنا ويفرض علينا معاهدات ألا نصنعها ثم بعد ذلك يذهب بها ليصنعها ثم يبيعها لنا ونحن أصلا مدينون له فنأخذ قروضا أخرى وندخل في دوامة من القروض لا تنتهي وانظر إلى الدول المتخلفة عربية كانت أو غيرها مثلا لو أخذنا دولة نيجيريا دولة نيجيريا عندها لعله يكون أكبر احتياطي دولة نيجيريا هي أكبر مصدر للنفط الخام في إفريقيا تفقين؟ أكبر مصدر للنفط الخام في إفريقيا نيجيريا هي نفسها عندها ما لا يقل عن 70% من ساكنتها تعيش تحت مستوى الفقر يمكنكم مطالعة شريط الوثائق هوم أو بالعربية لعل سموه بيتنا أو شيء من هذا القبيل يحكي قضية الأرض وكيف أن الإنسان يستنزف مواردها ويلوثها وهو فيلم تحسيس جامل جدا هوم ه-O-M-E هوم أو بيتنا ربما باللغة العربية الذي قام بيقرأ الراوي الذي يسرد الترجمة لعله محمود سعيد إن لم تخني الذاكرة وقد تطرقوا لهذه المسألة وأنا استفدتها من هذا الوثائق إذن ها هي الثروات موجودة لكن كيف نتعامل معها عقلية أولئك الذين أتاهم ذو القرنين فوجدهم لا يكادون يفقهون قولا إذن هؤلاء القوم عندهم موارد عندهم مواد كذا لكن العقلية المنتجة التي تتحرك طوعا ابتداء ثم بعد ذلك تكون الأمور واجبة على شكل مؤسسات لغير ذلك غير موجودة فلما جاء ذو القرنين أراد أن يحرك فيهم هذا الجانب لأن ذو القرنين وكأنه يقول لهم أنا لن أدوم لكم سوف أقوم لكم بهذا العمل لكن إن احتجتم عملا آخر هل ستنادون أيضا على ذو القرنين يجب أن تتحولوا إلى طاقة فاعلة إلى طاقة منتجة وهذا ما نحتاجه لعلنا نتوقف في هذه الأمثلة أما قضية الأحاديث والسنة النبوية فيتزخر بمثل هذه الأمثلة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق وأن الإنسان هو مركب يعني معلوم في الحديث الآخر أن الإنسان ابن آدم مركب من ستين وثلاثمائة مفصل والسلامة هي المفاصل يعني عندك تلتمية وستين مفصل تلتمية وستين سلامة فعليك ثلاثمائة وستون صدقة في اليوم فقال لأحد الصحابي رسول الله من من يستطيع أن يؤدي هذه الصدقات يعني يؤدي هذه الصدقات كلها فقال له فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدق ونهي عن المنكر صدق وحملك متاع أخيك على دبته صدق وأن تصدح بين اثنين صدق وأن تتصدق بكذا فهذا هو المفهوم العام للعمل التطوعي سواء كان عملا فرضي أو عملا جماعيا والعمل التطوعي كما هو معلوم عندكم إما أن يكون عملا في مكان معين وزمن معين يعني مثلا شخص ينقذ غريقا هذا عمل تطوعي لكنه يعني ينتهي بمجرد إنقاذه لذلك الغريق أو يعني القضية متوقفة على حائط يحتاجون مثلا إلى صباغته فأنت تأتي تساعدهم فتصبغون ذلك الحائط إلى غير ذلك وقد يكون في زمن يطول شيئا ما لكنه محدد مثلا أن يكون عندك عمل تطوعي تقول يعني سوف نقف على هذا الكتاب حتى نجهزه فبمجرد ما تنتهي من تجهيز ذلك الكتاب يكون ذلك العمل التطوعي وقد انتهى وقد تنتقل إلى غيره وقد يكون العمل التطوعي دائما مثلا شخص يشتغل بالتدريس فيقول مثلا عندي ساعتين في الأسبوع هذه وقف لله أدرس فيها أبناء المسلمين إلى أن يتوفان الله سبحانه وتعالى فهذا عمل غير متوقف عمل دائم أو شخص مثلا يقول أنا أتطوع بالساعة الفلانية أصلح فيها هذه الآلات لعموم المسلمين الذين لا يجدون ما ينفقون يعني وأجعلها لله مثلا إلى أن أتوقف عن هذا العمل أو إلى أن أهد طبيب مثلا يقول مثلا في اليوم الفلاني فليأتني كل من لا يستطيع أن يؤدي مثلا ثمن العيادة الثمن الذي يؤديه الناس عادة في العيادة فليأتوا في اليوم الفلاني ومدامت العيادة مفتوحة ومدمت طبيبا فهذا المسألة سوف تبقى مفتوحة سائق مثلا أجرة سائق سيارة أجرة يقول مثلا أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس لديهم مثلا إمكانية مثلا الأداء فما دمت سائقا للأجرة فهؤلاء لن أتقاد منهم أجرا وهكذا يعني أعمال تدوم في الزمان بحسب ما يتيسر فهذا العمل التطوعي من حيث منطلقاته الشرعية في الإسلام كما ذكرت لكم يعني يكاد السنة تمشي تكاد ولكن السنة تزخر بهذه الأنواع من الأعمال التطوعية الأعمال التطوعية المؤسسية مثلا كحفر الخندق والخروج في الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الأمور هذه الأمور كلها يعني تبين أن الإنسان إذا بذل فإن له الأجر من الله سبحانه وتعالى طبعا البذل يكون على مراتب يعني نفتح غير قوس والاستطراد ثم نرجع إن شاء الله وتعالى البذل حتى لا نطيل البذل يكون على مراتب أدنى مرتبة أن تبذل مما فضل عنك يسألونك ماذا ينفقون أي في سبيل الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما عفوتم عنه بمعنى ما فضل من مالكم عندك أموال عندك ملابس ثياب عندك أحذية عندك أوقات تنفقها لله سبحانه وتعالى فإذا فضل يعني شاطت شي حاجة فإذا فضل شيء من وقتك أو مالك أو ثيابك أو ملابسك أو أحذيتك إلى غير ذلك فأنت تتصدق به إن أخلصت النية لله فأنت تؤجر على هذا قد يقول قائل يعني احتاج شيء عليك حتى يفضل عليك شيء ثم بعد ذلك تصدق به يعني الله عز وجل نعطي من الأفضل شوف تعطي مما يسر الله والنفس في إقبال وإذبار اليوم نفسك قد تطاوعك على إعطاء كل ما تملك ومن الغد قد تتقلب عليك نفسك فتمنعك من إخراج ما فضل فإذا كان في القلب استعداد لإعطاء ما فضل فأعطه فلا تدري كيف تتقلب نفسك عليك غدا إذن عندنا وهو أدنى المراتب أدنى مراتب التطوع هي مرتبة العطاء مما فضل عنك يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ثم عندنا مرتبة ثانية أعلى وهي مرتبة أفضل وأرقاء حتى أن جاءت في بداية الحزب يقول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا أي لن تنالوا الدرجات العالية ليس كالذي ينفقوا من العفو لن تنالوا الدرجات العالية حتى تنفقوا مما هو مستقر حبه في قلوبكم يعني مثلا بالنسبة للمثال الأول إنسان عنده خمسة الأقمصة وعنده أحد القميص لا هو يحبه ومع لبالوس قميص يعني لا يلبسه حتى فهذا يأتيه سائل يسأله شيء ألبسه كذا كولي هاك خدد القميص هذا مما فضل عنه هل هو مقبول إن أخلص النية إن شاء الله تعالى مقبول وإن حافظ على هذا العمل من غير من ولا أذن ولا رياء ولا السمعة ولا شيء من هذا القبيل فصدقته مقبولة عند الله إن شاء الله و تعالى بدرجة معينة درجة درجة دنيا ماذا ينفقون قل العافو وشخص آخر عنده أيضا خمسة أقمصة لكن عنده قميص يحبه كثيرا لما كتلقى عنده مثلا تيشير قميص كوستيم شيء من هذا القبيل يعني تحبه أكثر من غيره وتود لو أنك في كل مرة لو غسلته وحددته وكويته ثم أعدت لبسه يعني تحبه كثيرا ثم يأتيك السائل فتنتزع القميص من قلبك لأن حقيقة الأمر أنت لا تنتزعه من الصوان لا تنتزعه من الدولة أنت تنتزعه من قلبك فتنتزع ذلك القميص من قلبك ثم تعطيه هذا مرتبة عالية لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون وهذا أنفق مما يحب لكن وهو ينفق مما يحب لزال عنده أقمصة أخرى كانت عنده خمسة أنفق الذي يحب فبقى عنده أربعة أقمصة لكنه أعطى الذي يحب ثم عندنا مرتبة أعلى وهي أعلى مراتب العطاء وهي قول الله سبحانه وتعالى ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شخص ليس عنده إلا قميص واحد ويحتاجه ويحبه ثم يأتيه السائل الذي لا قميص له فيقول والله لعل هذا السائل أحوج إليه مني فيأخذ القميص ثم يخرجه هذا آثر أخاه على نفسه يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لماذا هذا بلغ أعلى الدرجات لأنه ألزم نفسه قدرها ووقاها شحها الذي هو مستقر بها قال بعدها سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي أولئك هم المفلحون على الحقيقة الذين فازوا بالفلاح في الدنيا والآخرة لما؟ لأنهم آثروا غيرهم من إخوانهم على أنفسهم هذه المراتب الثلاثة هذه المراتب الثلاثة للعطاء سواء كان العطاء كما ذكرنا ماديا بدنيا إلى غير ذلك من الأمور وقضاء حوائج الناس في أحاديث كثيرة لأن أسير في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا وهو يشير إلى مسجده النبوي وقال لأن يسير أحد يعني من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له في الأولى من مشى في حاجة أخيه خلاص لأن أسير في حاجة أخيه قد تقضى وقد لا تقضى تلك الحاجة لكن أنا مشيت سعيت في حاجته هذا عمل أجره أفضل من أجر الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا وعدها أضاف عليه الصلاة والسلام فقال الله المستهد من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له حتى يثبتها فقاما حتى تقضى تلك الحاجة قال عليه الصلاة والسلام ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام والأقدام تزل على السراط نسأل الله العفو والعافية ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام هذا أكثر ما يمكن أن تزل فيه الأقدام ويمكن أن تزل الأقدام أيضا في الدنيا نسأل الله ثبات نسأل الله العفو والعافية فالدنيا متقلبة ونسأل الله ثبات على دينه نسأل الله ثبات على الحق فالله عز وجل يثبت قدميه في الدنيا ويثبت قدميه في الآخرة إنه ومشى في حاجة أخيه حتى أثبتها له فهذا على وجه العموم يعني العمل التطوعي من حيث هويته الإسلامية والباعث عليه والدافع إليه لغا ذلك فيما يتعلق بالعمل التطوعي بالواقع الذي نعيشه هنا يعني نحن نضع نتفا وإلا رأى الموضوع أطول من هذا ويحتاج إلى يعني لا أقول فقط محاضرات لكن يحتاج إلى ندوات يتحدثوا فيها المتخصصون وخصوصا من مثل أصحاب هذه المؤسسة المباركة جمعية الأم يعني ومثلها كثير الحمد لله في المغرب فيحتاج إلى مثلا أن تقيم مثل هذه وهذا نداء لهذه المؤسسة الطيبة أن تقيم مثلا ندوة تستضيف فيها عبر هذه المواقع التواصل تستضيف فيها بعض مكونات بعض النشطة في عالم العمل التطوعي في المغرب ويتحدث كل عن تجربته وعن الآفاق التي يرصدونها ومن الذي يريدون إن شاء الله تعالى تحقيقه وحتى يعلم الناس أن الخير كثير لبل الأسف الإشكال مع وسائل التواصل الاجتماعي أن السلبية منتشرة بين المسلمين أكثر من الإيجابية يعني مثلا شاب هذا صحيح نواقع مثلا طفل صغير يقتل صلى الله عز وجل أن يصبر والده يعني كل من قتل غدرا صلى الله عز وجل أن يرحمه يعني كل من قتل غدرا من المسلمين صلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يأجر أهله وأن يخلفهم خيرا من هذه المصيبة ونسر الله عز وجل أن يقتص من أولئك المجرمين الذين قاموا بهذا لكن عندما نسمع عن شاب قتل أو مرأة قتلت تم اغتياله مثلا بطريقة أو بأخرى هذا يعني ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشين لكن في نفس الوقت إن قتل شخص فلعلنا نجد مؤسسة قامت على رعاية خمسين يتيما أو مئة يتيم وهذا أمر نحتاج إلى نشره مثل الأول بل أكثر لكن هذا الأمر لا ينتشر أقول لك واش قول اللي تيدر الخير فالله درم قال اللي تيدر الخير لا أنا أنت لي ما سيقش لغبار أنت الذي لا تدري أما المؤسسات الحمد لله التي تجري وتسعى في الخير يعني أحييلكم فقط على أمر واحد ثم أمضي أحييلكم على أيام الحزر الصحي الأول خصوصا شهر مارس أبريل 2020 بالضبط أواخر مارس إلى أواخر أبريل ومن أواخر أبريل إلى أواخر ماي هذو بالضبط ارجعوا إلى ما كان ينشره النشطاء في الفيسبوك من هذه الحركة التي أحياها الله سبحانه وتعالى في أبناء المسلمين وكيف قامت مجموعة من المؤسسات التطوعية والجمعيات الخيرية كيف قاموا على تغطية مجموعة من الطلبيات للناس الذين كانوا في حاجة ملحة إليها بشتى أنواع المساعدات وشتى أنواع التطوع يعني شيء يفرح القرم لكن للأسف النفس تواقة إلى ما هو سلبي أكثر من توقها إلى ما هو إيجابي لكن هذا دورنا جميعا أن نسهم في نشر الخير فيما يتعلق بالواقع الذي نعيشه يعني ما عاد العمل التطوعي قاصرا على أن نجتمع لاقتناء مثلا عندنا مثلا عندنا 100 أسرى معوزة غيرتنا أن نججب لهم مثلا 100 قفى غذائية نحتاجنا نجيب لهم 100 قفى غذائية هذا الشيء طيب لكن هل هذا العمل مستمر طيلة السنة أم هو مثلا يكون في رمضان القفى الرمضانية حتى أنا أوليدك تسمى القفى الرمضان خالجة رمضان ما كان قفى وارد للقفة الشعبانية وارد للقفة الشوالية وارد للقفة القعدية واردل للقفة الحجية كيف اندل له كتولي اسمها القفة الرمضانية وينشط الناس وهذا شيء طيب أنا لا أبخس أحدا حقه ولا أبخس مؤسسة حقها ولا فردا حقه أبدا أقول هذا كله خير ومن استطاع أن يسهم فيه فليفعل لكن أقول أن ما نحتاجه هو العمل التطوعي الجاد بالإضافة إلى هذه الخيرات التي نقوم بها نحتاج إلى عمل تطوعي مثل ما قام به ذو القرنين هو أن نحول الآليات الفكرية عندنا من آليات استهلاك إلى آليات إنتاج يعني ما نتخاصمه إن شاء الله تعالى مع تاشي وحد بإذن الله عز وجل ما نتخاصمه مع تاشي وحد ونلقاه إن شاء الله تعالى مزيانين لكن هي فكرة هي فقط فكرة الناس يقولون مثلا في عيد الأضحى فكرة وعليها نبني إن شاء الله تعالى الأمر اللي بغيت نتكلم عليه مثلا تكلموا على عيد الأضحى فتتحرك مجموعة من أطياف المؤسسات الخيرية الفرضية ولا الجماعية المؤسساتية ولا غير المبادرات الشخصية فيتحرك الناس باسم إدخال الفرحة والسرور على الأرامل والأيتام والعائلات المعوزة والفقيرة وكذا فبغينا بزز دخلوا عليهم الفرحة بهذه الصورة الصورة ننشر لهم حولي طيب لو مثلا جمعنا العدد الثمن دي الأكباش اللي احنا مثلا نتبرع بها قد تجدوا مثلا شخصا واحدا أو مؤسسة قد يتبرعوا بمئة كبش من هم يتبرعوا بأكثر نعطيت غير مثال مئة كبش باش تحتنام عن أنا والرياضيات يعني لسو قوي في الرياضيات فيسهلوا عليه عملية الضرب قد يدروا مثلا معدل الأكباش التي تشترى تكون في حدود واحد ألفين درهم كل الأكباش اللي كتشترب تلتلاف كل الأكباش اللي كتشترب 1500 ندروا معدل دي الألفين درهم 2000 درهم على مئة كبش كنتكلموا على ميتين ألف درهم ميتين ألف درهم تنتكلمون لعشرين مليون عشرين مليون سانتين هذه مؤسسة وحدة مشتبرعات مئة كبش أما لو دير الجرد دير الأكباش التي تم التبرع بها في المدينة الواحدة أو في المنطقة الواحدة أو في الجهة الواحدة أو في المغرب كله بغضل الأرقام أكبر من هذا بكثير فقضية مثلا هذه عشرين مليون يعني أنها أقول أقول والله أعلم يعني لو تم صبها هذا عيد واحد هذا عيد أضحى واحد لو تم صب أو ضخ الثمن دي العشرين مليون لو تم ضخه في منطقة مثلا في منطقة قروية تعاني العزلة ونحن نقول في هذه المنطقة القروية كل سنة نذهب عندهم بالقفة الرمضانية زعم هذه القفة الرمضانية رمي اللي تنعطوها اليوم وكما ذكرت هذا شيء طيب والله تقبه هذه القفة الرمضانية من اللي تنديوها اليوم زعموش أرى ما تتكملش اليوم احترى مضان فضلا على أن دور عليها العام وغنتم وغدير راجعين عندهم السنة التي بعدها علش لماذا لا يتم مضخة ديك العشرين مليون في إعادة تجهيز هذه القرية كلها ما كان قولت غادي تمني لهم كلهم دراء عشرين مليون نحن نكتبوش ترعب عضياتنا عشرين مليون سنتيم ميتين ألف درام عشرين ألف دولار هذهك عشرين ألف دولار وعشرين ألف يورو من اللي تمشي لديك القرية هل يمكن أن تعيد تجهيز المرافق الحيوية ماذا تحتاجه هذه القرية تحتاج أمرا تقوم به أبدان الناس وعلى رأسه ما جعل الله عز وجل منه كل شيء حية أهلا وهو الماء أنا ندوه اليوم اليوم القفة ولكن باش كيبغو يطيبو ذيك الحسواء رخصهم يضربوا العيالة دينهم كيضربوا ثلاثة تسويع ربعة تسويع على ظهر البغال في أفضل الأحوال وإلى ركاة يبطوا على رجلهم ليستقوا الماء من مكان بعيد علاش دين مثلا قد نصرفوا أحد العدد أحد الماء أحد القسط من الماء أصرفوا لحفر بئر كما تقوم بذلك بعض المؤسسات الخيرية المبارك نحفروا له هاولي عندهم القديد دي الماء فكينا لهم فقباركم التي يدخلوا الماء لوحد القرية وكيولي عندهم نظام دي المياه الجارية إلى غير ذلك كيدي لهم تيوات بالشاطو والماء والبومبا وكيولي كل شيء ضاير عنده الماء هذك الماء من اللي كولي عندهم نمط عيشهم يتغير راه كي الناس اللي كتكون عليهم الجانب وتيقلسوا بها ربع أيام وخمسيام وستيام ما عندوش الماء عندو الماء باش يشرب ما عندوش باش يغتاسل كي اللي مع لبلوش صلاحة مع لبلوش الوضوحة مع لبلوش النقابة والطهارة والماء نمط حياة الناس يتغير بالماء نمط حياتهم يتغير بهذاك الماء هل ما دخل ثم ننظر في المراكز الحيوية المراكز الحيوية عندهم والكتاب المسجد بالكتاب دياله والمدرسة يحتاجين شغل هذه بوحدة المسجد بالكتاب دياله والمدرسة فكيقول لي عندي قلب نابض وبعدها ممكن أنه مثلا هذك شيء للقفة في الأخير مرة مرة ننخضر به لكن في نفس الوقت ممكن أنني نمشي لهذك المثلا ذك القرية ونشوف مثلا أحركهم لكي يصيروا مجتمعا منتجا تتعرفين تديري تتعرفين تديري كما جعل بعض الإخوة مثلا كتكون عندك ناس يقدروا هذه ناس يدروا هذه فتيجمعهم وتيخليهم هما من ديتهم لرسوم يشكلون مثلا جمعية للصناعة التقليدية فكتول عندهم مثلا النساء ربما كي يتقنون تماء الظربية المغربية التقليدية لذلك المنطقة ربما يتقنون طهي نوع معين من كدا أو خياطة أشياء معينة من كدا الشباب ممكن يتحركوا في واحد المسألة معينة إلى غير ذلك مهم نحركهم إلى قوة منتجة ما تضر العام أو السنة أو السنتين يصير ذلك تصير تلك القرية تصير قرية منتجة ما بقعتش محتاجة منها أننا أنتم مغربين نضقوا عليها كل عام هاكوا القفة الرمضانية السدريال للوبيا وربع دريال للعجس كما ذكرت وإن كان الأمر في أصله يعني طيبا لكن لا نريد أن هذا من الأمور التي يعانيها التطوع في واقعنا لا نريد أن يعني أن نثبت في أذهان الناس تلك العقلية إن صح التعبير العقلية المتسولة لأنه ما كان نقش معي بضلا لغا يبدأ يحلفوا يبدأ يقولني يا أولا ورد شرخص ديروا الدولة ما كان نقش معي شوش هذه النقاشات دي الغيس والنقاشات دير تراب ما عندي ما ندير بها اللي بغي يقول شي حاجة هذا اللي باقي اللي يقول لك الدولة باقي ينفهم شبالي الدولة راهم احنا اللي يبغي يقول لك مثلا المؤسسات ديال الدولة مثلا الحكومة البرلمان الغرفتين المعارضة الجماعات الترابية وكذا إلى أخيره هذي اللي بغي يقول لهم شي حاجة ينضو ويمشي يقول لهم ما يجع عندي يسير لعمري يقول لي قال لا قل ليهم معنى ما نقول ليهم أنا أنا كانوا كنت تصمتوا لي وقلت لهم مش حالة هذه أنا كان نقول لك وتنقول لي ما نستطيع أنا وأنت فعله يعني الله سبحانه وتعالى لما كلف المسؤولين على المسلمين مثلا مثلا ببناء المساجد فالله سبحانه وتعالى لم يسقط المسؤولية عن أفراد المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام من اللي جاء فقال لهم هنا غير نبنيه المسجد هنا مؤسسات الدولة إن صح التعبير حيث صعيب نقوله الدولة بالنسبة للإسلام ولكن المهم تجاوزا نقوله مؤسسات الدولة هنا اللي بنات اليوم المسجد ياك ولكن نرى النبي عليه الصلاة نفتح الباب يقول لك من بنى مسجدا لله ومن هنا جاءت هنا الشرطية وجاءت في هالناكرة يعني من بنى مسجدا وهذاك المنت هو يفيد العموم يعني رأى عندك العموم نعم أي شخص بنى مسجدا يعني نحن تجي مؤسسة دولة انت انت كفرد تقدر تدير دير المؤسسة دولة دارت الله يتقبل ما دارت موضوع آخر هذاك نكدوا معك ما نستطيع أنا وأنت فعله لشنا نحاول نخرجوا شوية من العقلية الاستهلاكية المتسوية للبليدة نخرجوا شوية من العقلية لرهما اللي خصوم يدير أي أنت شكدير العلف نضو تحناش شوية نفق ونتحمل مسؤوليتنا نأديو نلع لنا ونسأل الله على الزوجل الحق الذي لنا وإن كانت طرق لاستخلاص الحق الذي لنا بالطرق المشروع هذه الساعة لعيب العرع لليل كيف هنفت شي وما مشاش لك السبيل فمحل الشاهد عندي عوض أن نحول هذه القرية أن نسهم في أن تبقى هذه القرية قرية متسولة تنتظر الجمعيات التي تتبرع عليها وكذا ربما بحد ثلاثة اربعات للمرات ونحن نزورهم بهذه الموارد لغا ذلك وهذا المخطط تصير تلك القرية قرية منتجة سلينة منها من قوش نحتاج رجعولها بل تلك القرية يزرع فيها حب العمل الخيري التطوعي فتبدأ تلك القرية في يعني تأطير أخرى على قدر المستطع وهكذا هذه النقطة اللولة فيما يتعلق بالعمل التطوعي في واقعنا لابد من إعادة النظر في آليات تفكيرنا على مستوى العمل التطوعي هذه وحدة المسألة الثانية العمل التطوعي الله نمسعان إذا انخرط فيه الشخص يجب أن يحترم مسؤولياته العمل التطوعي رمشي هو من خصوص من اللي كنتم دير مؤسسة اللي كنتكون عندي مؤسسة عندها قانون وعندها مجلس إدارة وعندها كده من ليك تكون عندي هذه المؤسسة رأي إذا انخرطت علي أن انخرط فيها سفي دخلت دخلت أما انخرط فيها ولا شاط لي الوقت إلى آخر لا إلا ما عندك استعداد أنك تكون منخرط فيها تعلينها وقول له مصرفة مثلا أنا التواجد ديالي معكم غير حد في الولد فعنا هذه المسألة هذه التوقفات أنا التواجد ديالي غير تواجد شار فيه وإلى حي التونيقا من هذه المسألة هذه يكونوا أفضل والله يجزيكم بخير بارك الله فيكم لكن ذلك اللي يقول أنا منخرط داخل إلى آخرين فتنظم وقتك حتى لا يبقى العمل عشوائيا تنظم وقتك حتى لا يبقى العمل عشوائيا فإذا انخرطت في العمل انخرطت فيه قلبا وقالبا تقادل الأولوية ديالك في حياتك تقادل مسؤولية ديالك تشوف توقيت الذي ممكن أنك تعطيه لآخرين وتتوكل على الله عز وجل بحسب نوع يعني الأنشطة التطوعية التي تقوم بها المؤسسة التي إما أنشأتها أو انخرطت فيها أو أسهمت في إنشائها إلى غير ذلك من الأمور يروخ سنفهم واحد القادية احنا بقي عندنا واحد الإشكالش شوية مضبوط شمزيان بالنسبة العمل التطوعي احنا باقي نقول العمل التطوعي لأننا نسمع أن العمل التطوعي يرجو صاحبه الثواب من الله نعم سلمين نحن بالمرجعية الإسلامية نحن ندوين على الهوية صافة ومنقش نعود وردها فمنين نسمع أنه يرجو الثواب من الله تيبدأ يبليه بلي العمل التطوعي ما مخصوش يتخلص عليه وهذه نقطة حساسة شوية إمتى عمل التطوعي ما تتخلصش عليه مثلا إذا كنت عندك رزقك عندك مثلا راتبك الشهري أو عندك تجارتك أو عندك راتبك الأسبوعي أو شيء من هذا القبيل وأردت أن تترفع عن كل أجر مادي في العمل التطوعي فلا كذلك وهذا شيء طيب ومحمود لكن العمل التطوعي عند مجموعة من المؤسسات في الدول الإسلامية أنا مشيش معاك الدول أخرى في دول إسلامية لا يقوم بالضرورة على العمل المجاني التطوعي المجاني أرى قد يكون العمل التطوعي بمقابل مادي لماذا حتى يتقن العمل قد يقول لي مقابل مادي في المقاتل في سبيل الله سؤال الذين كانوا يجبون يعني تجمعوا الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا هدوا زعماء ما كانوا يريدون وجه الله والدار الآخرة ما كانوا يريدون الجنة وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل لجباية زكاة المسلمين يستعملوا الكفار الذين لا يريدون الأجر من الله إنما كانوا يستعملوا أصحابهم من المسلمين وهدوا الصحابة خيرة الرجال ولا أحد يدعي ويزعم أنه يريد وجه الله أكثر من الصحابة رضي الله عنه بعد الأنبياء والرسول ومع ذلك أشكال القوة في صورة التوبة والله عز وجل يحدد لنا الأصناف التي يجب أن تصرف لها الزكاة الزكاة الواجبة ستخرج في الأصناف الثمانية فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين تغني تتكملهم بثمانية الفقراء المساكين العاملين عليها كل عاملون عليها العاملون عليهم الذين يذهبون ليجبون الزكاة المشرع يجعل لهم نصيباً معيناً من المال بش يمشيوا حتى لا تجرهم إغراءات المال الذي يأخذونه ليردها على المسلمين فالعمل التطوعي في بعض الحالات نحتاجه بعد تقنينه مثلاً هادي ولكن فين تيكون هادي تيكون من لك تكون مثلاً المؤسسة الخيرية يعني كي يجيوها تبرعات كثيرة فنحتاجه لإتقان العمل مثلاً لا يجدوا له وقتاً وذلك شيء يبدأ يتعطل لآخرين قد نحتاجه لتشغيل محاسب بأجرات معينة ليشتغل لضبط حسابات المؤسسة الخيرية طبعاً مكنتوش معك لمؤسسة خيرية كجيه ستمية ريال كل تمن شهور مكنتوش معك لمؤسسة خيرية تفيد عليها الملايين ديال السنتيمان كجي يغرب العشرة ألاف أورو بالخمستاشر ألف أورو بالمئة ألف أورو وانت طالعاً عمس فباش نضبطوه هذه الحسابات ما يبقاش عاو تحيشوف حيطرها العمل التطوعي وحنا كنت نوع على الواقع الواقع في بعض الحالات لم يجناش نفهمو به الأمور كما ينبغي رأينا بقاو وإذا نخبطوها خبطها عشواء فاللول النية ديالنا كلها طيبة أنا الله يعمر لي الدار ودرويش وزوين وفي أمل الله وحفظه أيو لك كنت خلص مثلاً ألفين وخمسمائة دلم في الشهر مثلاً فمن اللي قد ينتم جاء عندنا كنتان نقول سمعك في المؤسسة فاللول الناس يجيبوا البيض يجيبوا السكار يجيبوا الخنشة ديالبصلانة لكن من بعد من اللي مع الإخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى ديال الناس المنخريطين سواء إخوة ولأخوات والاجتهاد الله عز وجل يفتح وكيبدأوا الناس يجيبوا التبرعات يمنة ويسرة أي فلوكنا في البيض وفي السكار وفي خنشات البصلانة أي ولك الردبار رأولينا في وحد 300 مليون و400 مليون و500 مليون أضمانه قلبي وأنا كان أشد 2500 دلم ما عرف ترسي واش نكمل لكر أولا ما نكملوش لما ضود دراري نمشي ولمن درسان نأكل بس نحسن ناسي ولا ما نحسن ناسي لا 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 مش نوغن دير وكل عقب قدامي كدوز 300 مليون و500 مليون و400 مليون زعم قاغد قضى من قلبي نسأل الله ثبت نسأل الله ثبت كلي الحمد لله ما تيشد تريال وهو كي يلعب في الملايين ولكن يوزعها برضى الله سبحانه وتعالى لكن كم من الناس من مثل هذا نضمانه لكن لو جعلنا له أجراء سيد كيباليه ولكبالا ما نقرب لحاجة الناس عندي الخلصة ديالي تدوزليا وفي المحاسبة الكونطابي ديالي هذه من من الأمور التي يجب إعادة وضبطها في العمل التطوعي هذا ما يشترضك اللي غي يعمل معك في العمل التطوعي هو منخارط في رؤية مؤسستك ورسالتها وأهدافها وكذا تقدر ما عنده تشي علاقة بدك شي لك تديرنها هو غير جبتيه أخوي التخصص ديالي محاسبة كونطاب تشد لنا المحاسبة ديالي المؤسسة مرحبا تحال تخلصوني قد وقد غادي تخدم معنا نهار فلاني ونهار فلاني ونهار فلاني تفرغ لنا هذي أيام ويجي أيام أخرى سير الله يسهل عليك خدم بالله سأخبر بريك وليقلب على رزقك أما إحنا عندنا واحد القدر مالي غا نعطيه لك لا حسب اسم يجي تخدم وهكذا إلى المؤسسة عندها مقر يحتاج لك المقر لذلك التنظيف إياه ره ممكن الشباب هما من ديته من رسم ينضفوه ولكن من باب نحن نضر عليه من باب كله وكل ره ممكن نجيب واحد السيدة اللي غادي يدير مثلا ولا واحد الشخص اللي غادي يجي مثلا ينضف هذا المحل من باب أنك تعطيه سمعني مزيان في هذه الكلمة من باب أنك تعطيه صدقة لكنك تغلفها بغلاف العفة ما تقول لي هاجل حاجة هكا صدقة آت محتاجين واحد لخدمة هنا تيجي وتخدم الله يزك بخير شكرا على ذلك العمل اللي أديته كما ينبغي بسم الله هرزقك ره كان ممكن أنك وراء الحاجة مثلا غادي تعطيه فيها مثلا غادي تجفف لك الجفيفة خفيفة ره ممكن تعطيه خمسين درهم لكن تدري لذلك الجفيفة الخفيفة غادي تعطيه نعمسي واحد تلتمية درهم فهمنا هانت أعطيته صدقة مغلفة بغلاف العفة في علاقته بالواقع الأعمال ذات النفع المتعدي لكن لمستدام ماذا أقصد بذلك يقول لك أدير الله يزيكم بخير ركينا عنا وحد الأرمالة هي وبنتها ومحتاجين مرة يبدأ يقول لك محتاجين خلصونهم الكراء شو يقول لك محتاجين خلصونهم الضو شو يقول لك محتاجين خلصونهم كذا وهذيك الأرمالة نمسي كين قلسة سيد ذيك الأرمالة شون تتعرف تقدر تضينا شو دي الكعيك عادة تقدر تعزين شي شوية ديالة بغرير آه سيدة سنقول لها العائبة هل مواد الأولي لغا تخدمي بها سنجيب لها الحجز ونقول لها محتاجين مثلا 21 مسمنا 30 بطبوطة 40 بغريرة 1 كيلو مثلا ديال الفقاس تصيب إنها هل شي هل مواد مرحبا وعندك قد وقد مثلا ندر مع تمانهم ديال وكل شي لأخر رح نقصنا باش نعود الروجوين ترى ما غاديش تربح اللي بطبوط آه سي محمد انت غير بغاية تتحرك هذيك السيدة قوة منتجة آلية فكر انتاجية وليست آلية فكر استهلاكية مش ما نخليوش عاوة تاني اخواتاتنا وبناتنا تتلاوحوا في الزناقي ما تعرفها اليوم تصبر على الميناج وغدا تصبر على الميناج وبعد غدا تفهمنا بالواقع لرصد ما يحتاجه الناس والناس لا يحتاجون فقط الى المال لا اقول لا يحتاجون الى المال اقول لا يحتاجون فقط الى المال يحتاجون الى تأطير اجتماعي يحتاجون الى تأطير نفسي العملية هذه هذه المؤسسة الخيرية واش غدا تبقى تقوم غير على صباغة الطوار يعني الطرط وارد قد تقوم على صباغة الطوار وتنظيف الشارع والقفة الرمضانية اخساش يا برا عندنا إشكال للمخدرات عندنا إشكال للإدمان الهاتف عندنا إشكال للصرقة عندنا إشكال للغتصاب عندنا إشكال للكذا فتبدأ المؤسسة هذه الخيرية في توسيع أنشطتها عن طريق استقطاب أهل التخصص استقطاب أهل التخصص فقط شنا هو بحسب الحالة عندنا المقر في الحي الفلاني الحي الفلاني ما هي مشاكله ابتداء وتنبدأ يالله 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 ونوسع الدائرة وهكا إذن محل الشاهد عندي أن العملية للعمل التطوعي ينطلق عند المسلم باعثه عليه هو ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيكون أفضل باعث للعمل هو العمل التطوعي من أجل الآخرة ومن أجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه وولوج الجنة بغير حساب ولا سابقة عهد الله يجعلنا ويكون من هؤلاء له أصل في القرآن وله أصل في السنة والأمثلة من حياة الصحابة وحياة التابعين والقرون المفضلة الأولى ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وما نقولش لك ما ترك الأولون شيئا للآخرين بل لكل درجات مما عملوا لجيتي من الأولين غد لقى أبو الدهداح أشنو خلك مثل أبو بكر أشنو خلك مثل عمر أشنو خلك مثل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين غد جيل التابعين غد لقى مثلا سيدنا الحسين أشنو دار رضي الله عنه وأرضاهم سيدنا الحسن أشنو دار رضي الله عنه وأرضاهم غد جيل لمنورهم غد لقى سن زيل العابدين باش كان معروف وانت غادي وانت طالع شيء فقط من البيت رضي الله عنهم ولكن غيرهم أيضا كثير غجيل لبل المعاصرين لله توفى غدلق مثلا نفعل الدكتور عبد الرحمن سميت الناس فرحانة بفلان ودار فلان دار سير الدكتور عبد الرحمن ونقول لهم لا أزيد على اسمه رحمة الله عليه اللي تسالي البث المباشرة مباشرة لمن لا يعرفه مباشرة بعد البث أول حاجة تديرها جوجل الدكتور عبد الرحمن سميت عبد الرحمن سميت دخل وقرنوا بذلك عن حياته ثم انظر ماذا قدمت أنت في حياته والله تحتقر نفسك مهما بلغ تطوعك فين من وصلت تحتقر نفسك أمام فعله هذا الشخص وكأنه قد صب فيه شيء من روح الصحابة في البذل والعطاء رضي الله عنهم وأرضها إذن هذه المسألة الباعث فيها هو من صميم مرتكزات الشريعة الإسلامية الغراء في القرآن في السنة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الصحابة في حياة أهل الخير والصلاح في هذه الأمة فهو متجذر هذا العمل التطوعي ومتجذر في حياة المسلم وهو من صميم هويته فيما يتعلق بالواقع الذي يعيشه العمل التطوعي سوى في بلادنا على وجه الخصوص أو غيرها على وجه العموم فقد ذكرنا شيئا مما يجب إعادة النظر فيه ومراعاته ونسأل الله عز وجل التوفيق والسدد شكر الله سبحانه وتعالى لكم حسن تتبعكم وشكر الله لكم مثابرتكم وصبركم على أخيكم وتحملكم له في كل مرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيكم عنا خير الجزاء وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحده فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقان الله وإياكم لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن تنستغفرك ونتوب إليك وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته